رسالة من المنطقة الشرقية من السعودية هي التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية مضمونها حول هذا العنوان تجارب الاقتراب من الموت في الحلقة الماضية وهي الجزء الأول من الجواب عرضت بين أيديكم مجموعة من المعطيات التي جعلت من خلالها المطلب واضحا وبينا ووعدتكم أن أحدثكم في هذه الحلقة عن رؤية عبر منظار ثقافة العترة الطاهرة هناك بعض المطالب لا بد من ذكرها ولا بد من شرحها وبيانها كي نصل إلى النتيجة في نهاية المطاف في ثقافة الكتاب والعترة هناك عنوان الوفاة وهناك عنوان الموت وهناك تصور خاطئ عن أن الوفاة هي الموت وعن أن الموت هو الوفاة لا بد أن نشخص هذه العناوين حتى نستطيع أن نضع ما يسمى وما يصطلح عليه بتجارب الاقتراب من الموت في الموضع الصحيح الوفاة تشتمل على عدة أنواع الموت وفاة وفاة لكن الموت نوع من أنواع الوفاة هناك نوع آخر من أنواع الوفاة الإخراج والخروج من عالم الدنيا بالجسد والروح معا وهناك نوع ثالث انفصال الروح عن الجسد وهذا الانفصال على درجات وكل هذه الأنواع يختلف بعضها عن البعض الآخر إذن الوفاة لا تنطبق على الموت تماما لانطباق إنما الموت نوع من أنواع الوفاة والإخراج بالجسد والروح من الدنيا وفاة أيضا وانفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات ولها مراتب وفاة أيضا في سورة الزمر في الآية الثانية والأربعين بعد البسملة الله يتوفى الأنفس حين موتها الموت هنا أن تخرج الروح من الجسد ضمن سياق معين ضمن سنة كونية معينة وأن يخرج الإنسان بروحه منتقلا إلى عالم القبر إلى عالم الموت إلى عالم البرزخ وليس له من عودة إلى جسده هذا هو الموت وقد ذكرت لكم من أنكم إذا أردتم الإطلاع على ما جاء في ثقافة الكتابة والعترة بخصوص الموت فعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجه وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية تجدونه على الموقع الألكتروني الرسمي لقناة القمر ول المواقع الألكترونية الأخرى التي ترتبط بمؤسسة القمر للثقافة والإعلام الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه وفاة ولكنها من النوع الثالث من نوع الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفها في منامها ما هي بميت ولكن وصف الوفاة ينطبق عليها بحسب الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامها وإنما الوفاة هنا انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات فإن النوم يتحقق فيه هذا المعنى يتحقق فيه معنى انفصال الروح عن الجسد بمستوى من المستويات بدرجة من الدرجات هذا نوع ثاني من أنواع الوفاة إذن هناك الموت وهناك انفصال الروح عن الجسد وهذا لا علاقة له بهذا النوم شيء والموت شيء الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه وفاة والتي لم تمت في منامها ويتوفى التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت حيث تنتقل إلى عالم الموت إلى عالم القبر إلى عالم البرزخ وَلن تعود إلى جسدها الموت خروج للروح في سياق معين من دون عودة الروح إلى الجسد ومن هنا قلت لكم من أن تجارب الاقتراب من الموت هكذا اصطلحوا عليها لا علاقة لها بالموت لأن الموت خروج الروح من الجسد في سياق معين يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر كي تطلع على تفاصيل هذا السياق لا أجد وقتا للحديث عن كل المسائل النوم وفاة لماذا لأن الروح تنفصل عن الجسد بدرجة من الدرجات بمستوى من المستويات والنوم مصداق من مصادق انفصال الروح عن الجسد الذي هو نوع من أنواع الوفاة فانفصال الروح عن الجسد لا يتحقق في النوم فقط وإنما هناك العديد من الحالات يحدث فيها انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات تجارب الاقتراب من الموت هي من هذا النوع من هذا الصنف ولذا فإن الأرواح تعود إلى الأجساد في الموت هكذا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يرسل الأخرى وهي التي انفصلت عن الجسد بدرجة من الدرجات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فما حدث عند هؤلاء إنه آية لهم ولنا أعتقد أن الآية واضحة صريحة جدا عودوا إليها وتدبروا فيها الآية الثانية والأربعون بعد البسملة من سورة الزمار الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا نوع من أنواع الوفاة وهو الموت له خصائصه والتي لم تمت في منامها يتوفها في منامها ما المراد من الوفاة هنا انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات فيمسك التي قضى عليها الموت لن تعود إلى الجسد ومن هنا فإن تجارب الاقتراب من الموت لا علاقة لها بالموت هي وفاة من نوع الانفصال من نوع انفصال الروح عن الجسد وكل تجربة لها خصوصيتها ولها درجة انفصالها سيأتينا الكلام اتباعا الله الله يتوفى الانفص حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى التي توفاها من نوع الانفصال وليس من نوع الموت ويرسل الاخرى إلى اجل مسمى وهذا بالضبط ما ينطبق على تجارب الاقتراب من الموت كذا يسمونها انا لا اجد هذا العنوان دقيقا لكنني اقوله واردده باعتبار ان هذا هو الذي يعرفه الناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اذا ذهبنا الى سورة الانعام والى الآية الستين بعد البسملة وما بعدها في المضمون نفسه الذي تحدثت عنه الآية الثانية والاربعون بعد البسملة من سورة الزمار وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل عند نومكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ما جرحتم ما قمتم به من عمل ما قامت به جوارحكم قطعا الجوارح تعمل وفقا لما تريد الجوانح فالإنسان جوارح وجوانح الجوانح عقله قلبه وجدانه ضميره الجانب المعنوي من الإنسان تلك هي جوانح الإنسان أما جوارح الإنسان فهي أعضاء بدني يده رجله عينه لسانه هذه جوارحه وهو الذي يتوفاكم بالليل عند نومكم فالنوم وفاة من أي نوع هل هو من نوع الموت أبدا من نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما ارتكبتم من عمل أكان صالحا أم كان طالحا ثم يبعثكم في يبعثكم في النهار القادم ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون هذا نوع آخر من أنواع الوفاة إنه الموت وهو الذي يتوفاكم بالليل وفاة النوم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في النهار القادم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إليه مرجعكم عند موتكم عند النوع الثاني من الوفاة ثم ينبئكم بما كنتم تعمله النوع الثاني من الوفاة وهو الموت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا الموت وفاة ولكنه نوع من أنواع الوفاة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذا هو سياق الموت يختلف عن سياق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات الذين حصلت لهم هذه الحالات التي عنونت بتجارب الاقتراب من الموت لم يمر بهذا السياق سياق الموت شيء آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذا سياق الموت أصحاب هذه التجارب لم يمر بهذا السياق وإنما جرى عليهم سياق الانفصال سياق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات لكل حالة بحسبها أعتقد أن الآيات واضحة واضحة جدا هناك نوع ثالث من الوفاة إذا 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 ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية السابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها الحديث عن المسيح ابن مريم وقولهم إنه قول اليهود وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هذا قول اليهود هكذا يقولون والمسيحيون يصدقونهم أيضا في قولهم هذا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله القرآن هكذا يقول وما قتلوه لم يمت وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما الذي جرى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة أعيد قراءة الآيات دقيق النظر فيها وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا قول اليهود القرآن ماذا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه هذا الرفع وكان رفعا بالروح والجسد هذا نوع من أنواع الوفاة لأن القرآن عبر عن هذا الرفع وهو رفع بالروح والجسد إخراج من الدنيا بالروح والجسد رفعه إلى السماء إلى المكان الذي رفع إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته عيسى يموت ولكن متى بعد أن ينزل مع القائم بعد نزوله مع القائم سيموت الآية هذه هكذا تقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة الآية هكذا تقول ما من أحد من اليهود إلا وسوف يؤمن بعيسى المسيح من هنا جاء الإشكال عند الحجاج عند الحجاج الثقفي الحجاج كان يعلم الصبيان القرآن في بدايات أمره وكان يحفظ القرآن من هنا كان يثير إشكالات على الذين يفسرون القرآن ويطرح أسئلة وهذه القضية معروفة عن الحجاج الثقفي في تفسير القم الطبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 151 بسنده عن أبي حمزة إنه الثمالي عن شهر ابن حوشب الحجاج قال يقول والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت حتى يموت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والله والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت الحجاج كان يفهم الآية من أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله قبل موته هكذا فهم الآية وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت اليهود والنصراني لذلك يقول والله إني لأمر باليهود والنصراني فيضرب عنقه أيام حكمه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه بالشهادة بالتوحيد والنبوة فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت حتى يموت فقلت شهر بن حوشة يقول فقلت أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت الآية ليست هكذا قال كيفه قلت إن عيسى هذه الآية ترتبط بعيسى وليس بمحمد صلى الله عليه وآله قلت إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصران إلا آمن به قبل موته النصران كيف آمن به إيمانا صحيحا لأن النصار قد حرف دينهم فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصران إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي الحجاج قال لشهر بن حوشب ويحك أنا لك هذا ومن أين جئت به فقلت شهر بن حوشب يقول فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب إنه الباخر فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فماذا قال الحجاج جئت بها والله من عين صافية يعرفون الحقيقة جئت بها والله من عين صافية إذن عيسى لم يموت وإنما سيكون موته متى بعد نزوله مع القائم حين ذاك يموت وإنما رفع بروحه وجسده رفع إلى السماء إلى الموضع الذي رفع إليه وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا قول اليهود والمسيحيون يصدقونهم فيه القرآن هكذا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ليؤمنن به قبل موته قبل موته الذي سيكون بعد نزوله في خدمة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك ورافعك إلي وعيسى رفع بروحه وجسده ولكنه خرج من الدنيا فالخروج من الدنيا بالروح والجسد نوع من أنواع الوفاة إذ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلف الآية بحاجة إلى شرح وبيان لكنني لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه الآيات وإنما أريد أن أشخص لكم معنى الوفاة ومعنى الموت إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة ماذا جاء بخصوص هذه الآية في تفسيرهم إنني أقرأ عليكم من تفسير القم من الطبعة نفسها في صفحة التاسعة والتسعين الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ منها موطن الحاجة كي أن تفع من الوقت إمامنا الباقر يحدثنا عن ما هو معروف في الثقافة المسيحية بالعشاء الأخير فاجتمعوا في ذلك المكان الذي حدث فيه العشاء الأخير بحسب الثقافة المسيحية من جملة من جملة ما قاله عيسى له لحواريه إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتلوا ويصلبوا ويكونوا معي في درجتي فقال شاب منهم من الحواريين أنا يا روح الله وهذا هو الذي صلب فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتلوا ويصلب ويكونوا معي في درجتي فقال شاب منهم أنا يا روح الله الرواية طويلة موطن الشاهد هنا ثم رفع الله عيسى إليه بجسده وروعه والحواريون ينظرون ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت من نفس المكان الذي حدث فيه العشاء الأخير ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه عملية رفع للروح والجسد في الوقت نفسه وإخراج من الدنيا ومن هنا جاء الخطاب القرآني واضحا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا في سورة المائدة في الآية السادسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها وإذ قال الله يا عيسى بن مريم في يوم القيامة هذا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت ني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني لما رفعتني لأن المسيحيين بعد خروج القائم ونزول عيسى لن يبقوا على ضلالهم سيكونون على دين القائم فالآية هنا تتحدث عن حال المسيحيين بعد رفع المسيح بعد أن توفى الله المسيح رفعه بروحه وجسده فلما توفيتني لما توفيتني لما رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تلاحظون أن الأهيات منسجمة منسجمة جدا وتلاحظون أن المنطقة القرآنية يصنف الوفاة تصنيفا دقيقا وواضحا الوفاة من أنواعها الموت خروج الروح من الجسد خروجا كاملا في سياق معين وبعد ذلك انتقال كامل إلى عالم القبر إلى عالم البرزخ بكل تفاصيل ذلك العالم ولن تتمكن الروح أن تعود إلى جسدها فالجسد يدفن في التراب والروح تنتقل إلى عالم البرزخ في سياقات وسنن وقوانين ترتبط بحقيقة الموت الموت وفاة نوع من أنواع الوفاة ولكن بتفاصيله وشرائطه التي تختص به رفع عيسى وإخراجه من الدنيا بروحه وجسده نوع من أنواع الوفاة فإذا ما رفع الإنسان بروحه وجسده وأخرج من الدنيا إلى أي عالم سيذهب إليه أخرج من عالم الدنيا بروحه وجسده نوع من أنواع الوفاة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إنها المرحلة من رفع عيسى إلى نزوله مع القائم صلوات الله عليه وبعد ذلك سيموت النوع الثالث من أنواع الوفاة انفصال الروح عن الجسد مثل ما في النوم وقد اصطلح القرآن على النوم بمصطلح الوفاة وكان واضحا في الآيات المتقدمة تجارب الاقتراب من الموت هكذا يسمونها لا علاقة لها بالموت ولا علاقة لها برفع الجسد مع الروح معان وإخراج الإنسان بروحه وجسده من الدنيا وإنما تجارب الاقتراب من الموت كما يسمونها هي من نوع انفصال الروح عن الجسد نوع من أنواع الوفاة نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسفته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه صرى واضحا من أن الوفاة عنوان ينطبق على ثلاثة أنواع الموت بخصائصه الرفع بالروح والجسد والإخراج من الدنيا بخصائصه مثلما تحدث القرآن عن المسيح ابن مريم انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات وتحدث القرآن عن النوم والنوم مصداق من مصادق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات إذن أين سنصنف ما صار معروفا بتجارب الاختراب من الموت سنصنف هذه الحالات ضمن نوع الانفصال إنه انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات إذن هذه التجارب لا علاقة لها بالموت ولا علاقة لها برفع الروح والجسد مع الإخراج من الدنيا وإنما تصنف ضمن هذا النوع ضمن نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات إذن هي حالة وفاة بحسب مصطلح الكتاب والعترة فهذه التجارب تجارب الاختراب من الموت هي حالة وفاة ومن نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات صار هذا الأمر واضحا هذه القضية مهمة في فهمنا لما يجري لابد أن نعنون الأشياء بعناوينها بدقة حتى نستطيع أن نتدبر فيها من هنا قال لنا أئمتنا من أنهم أصلوا لنا الأصول وعلينا أن نفرع هذا هو تأصيلهم هذا تأصيلهم هذا تأصيل الكتاب والعترة من أن الوفاة عنوان يتسع لعدة أنواع فحينما نعنون الأشياء بعناوينها إننا نطبق الأصول على فروعها وحينئذ نستطيع أن نتدبر في تلك الفروع وشؤونها وخصائصها كي تتضح الفكرة أكثر سأمر على آيات تحدثنا عن الموت كي تتكامل اللوحة بين أيديكم في سورة المؤمنون الآية التاسعة والتسعون بعد البسملة وما بعدها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا 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 هذه ليس جوابا لكلامه كلا هذه لبيان حقيقة هي في ظاهر الأمر جواب لكلامه لكنها في الحقيقة تبين سياق الموت من الذي يتحقق فيه النوع الثالث من الوفاة وهو الموت لا مجال لرجوع روحه إلى جسده هذه قضية منتفية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني بعد أن خرجت روحه من جسده قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهذه الأرواح لن تعود إلى الأجسات لقد خرجت في سياق معين وضمن مجموعة من القوانين هناك سنن لا بد أن تجري ولا بد من الانتقال إلى عالم البرزخ والبقاء هناك إلى يوم القيامة إلا أن تجري قوانين أخرى كقوانين الرجعة التي هي أعلى من قوانين البرزخ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإنه فإذا نفخ في الصور إنها القيامة الكبرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يوم وإذن ولا يتساءلون هذا هو الموت لن تعود الأرواح إلى الأجساد إلا في النوع الأول من أنواع الوفاة إنه نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات سيأتينا التوضيح تباعا في سورة السجدة الفلام ميم السجدة من الآية العاشرة بعد البسملة وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة انتبهوا إلى الآيات في السياق نفسه وترتبط بموضوعنا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يعني بعد أن نتفن وبعد أن تتفسخ الأجساد وتتحول إلى تراب يختلط بتراب الأرض وقد ضاع تراب أجسادنا حينئذ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض تحولنا إلى تراب واختلط بتراب الأرض وحينئذ من الذي يستطيع أن يميزه لقد ضل تراب أجسادنا في الأرض من الضلال من التي واختلط فلا يستطيع أحد أن يميز تراب أجسادنا لقد تفسخت أجسادنا في قبورنا وصارت ترابا واختلطت بتراب الأرض وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون هذه الآية تلغي عقيدة تناسخ الأرواح وبشكل واضح لأنها تشير إلى الآخرة تشير إلى يوم الدين قد يقول القائلون بتناسخ الأرواح بمثل هذا من أن الأجساد ذهبت وظلت في التراب وبقيت الأرواح خالدة فهي تبحث عن جسد جديد وعن ولادة جديدة في حياة جديدة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أنا لا أقول إن الآية جاءت بسبب هذا الموضوع ولكن يمكننا أن نتحدث في فنائها وفي أجوائها عن هذا الموضوع وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون هناك لقاء سيكون بربهم إنها القيامة الكبرى قل يتوفاكم ملك الموت التوفي الله يتوفانا وملك الموت يتوفانا من النوع الثالث من الوفاة إنه الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون موقنون بعد كل الذي قد رأينا ولكن هذا لن يكون إنه الموت ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أنتم الذين فعلتم بأنفسكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم إن نسيناكم من لطفنا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هذا هو سياق الموت هذا السياق يختلف بالكامل عن سياق رفع الروح والجسد مثل ما صار لعيسى ويختلف بالكامل عن سياق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات كحالة النوم وما يقاربها كتجارب الإختراب من الموت السياق واضح واضح جدا ولا أريد أن أكرر قراءة الآيات لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب إذا ذهبت بكم إلى سورة النساء وإلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل حتى يتوفاهن الموت الموت مصداق نوع من أنواع الوفاة لست بصدد الآية ومضمونها إنما جئت بها مثالا لتأكيد المضامين التي تقدم ذكرها ومن سورة النساء إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثالثة والتسعين بعد البسملة وما بعدها وجاء فيها في الآية الثالثة والتسعين بعد البسملة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت إنه الموت إنه النوع الثالث من أنواع الوفاة غمرات الموت شكرات الموت المحطة المحطة الأولى الاحتضار إذا ما رجعتم إلى برنامج دليل المسافر فإن المحطة الأولى الاحتضار هي هذه غمرات الموت وَلَوْ تَرَى هِذْحَ pulĩِهِ هذه الظالمون إنها الغمرات إنها السكرات إنه الاحتضار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوا أيديهم لمباشرة عملية الإماتة إماتة هؤلاء ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تتزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون هذا هو سياق الموت هذه أمثلة ونماذج من الآيات التي تحدثنا عن سياق الموت عن خصائص الموت وكل هذا لا ينطبق على تجارب الاقتراب من الموت لماذا؟ لأنها وفاة لكنها ليست من هذا النوع وإنما من النوع الأول وهو انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولماذا جعلت في ذاك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا هناك مطلب مهم جدا لا بد أن يلتفت إليه فيما يرتبط بانفصالي الروح عن الجسد بالنسبة للنوم فقد مر علينا ذكر هذا في الآيات الكريمة الآيات واضحة من أن النوم نوع من أنواع الوفاة والآيات بيّنت من أن الإنسان في حال نومه تكون روحه قد انفصلت عن جسده بدرجة من الدرجات قبل أن أدخل في التفاصيل أبين لكم معنى كلمة وفاة في اللغة كلمة وفاة في اللغة مرة نتعامل مع علم اللغة البسيط وهذا نجده في القواميس ومرة نتعامل مع علم اللغة العميق المعقد وهذا ما يسمى بفقه اللغة فعلم اللغة شيء وفقه اللغة شيء في علم اللغة الوفاة تعني المنية تعني الموت المنية قد تكون بمعنى الأجل وقد تكون بمعنى الموت والأجل والأجل أيضا قد يكون بمعنى الموت وقد يكون بمعنى الوقت وقت الموت الوفاة في علم اللغة البسيط الوفاة الموت الوفاة المنية الوفاة هلاك الانسان وفاة الانسان هلاكه موته حتم منيته وهكذا في فقه اللغة البحث عن أصل المعنى لماذا قيل للموت وفاة لأن الانسان قد استوفى أيامه في الدنيا استوفاها فقد قضت أيامه كهذا الذي له دين على شخص ويأخذ دينه أقصاطا منه آخر وجبة آخر مقدار يدفع إليه يقال من أنه استوفى دينه من ذلك الشخص فكأننا نطلب الدنيا أياما وقد استوفيناها ومن هنا تأتي الوفاة وإن الله يتوفان لأننا قد استوفينا أيامنا في الدنيا فهو فهو يتوفانا النوم وفات إننا استوفينا حظنا من نهارنا في هذا اليوم فحينما بدأ نومنا انتهى حظنا من نهارنا في هذا اليوم وبدأ نومنا في ليلنا المفترض أن الإنسان ينام في الليل هذا هو الأصل ولذا أتحدث عن الأصل انتهى حظنا من نهارنا استوفينا ما لنا من نصيب من حظ في النهار بدأ النوم بعد أن استوفينا فصار النوم وفاتا لأننا استوفينا كل شيء لنا من نهارنا أكان نافعا أكان ضارا استوفينا ذلك أكان صالحا أكان طالحا فقد انقضى نهارنا من هنا صار نومنا وفاتا النوم مصداق من مصادق النوع الأول من أنواع الوفاة وهو انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات هذه الحالة ليست منحصرة بالنوم فقط حالة انفصال الروح عن الجسد قد تكون في النوم وقد تكون بدرجة أعماق متى في داخل النوم في الأحلام عملية الأحلام عملية معقدة ولا أريد أن أتحدث عنها إنما أضرب لكم أمثلة عملية الأحلام عملية معقدة صحيح أن أكثر الأحلام أن أكثر المنامات ليست صادقة المنامات الصادقة قليلة جدا ويضاف إلى هذا أكثر المنامات الصادقة لا نعرف تأويلها الحقيقي ومن هنا فإن المنامات لا تشكل مصدرا للمعرفة وللعلم وللدين المنامات الصادقة قد تكون نافعة بدرجة من الدرجات على أي حال الكلام ليس متعلقا بالمنامات إنما جئت بالمنامات مثالا لاحظوا ودققوا في هذه الرواية الشريفة أقرأ عليكم من الجزء الثامن والخمسين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 158 الحديث الأول نقله المجلس عن مجالس الصدوق هذا الكتاب يعرف بمجالس الصدوق أو بأمال الصدوق المجالس هو الأمال نفسه يقال أمال الصدوق ويقال مجالس الصدوق هنا نقلها عن مجالس الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأمير يقول سألت رسول الله عن الرجل ينام فيرى الرؤية فربما كانت حقا وربما كانت باطلا فقال رسول الله يا علي ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالم إلا عرج بروحه إلى رب العالمين المراد من العروج هذا الاتصال بما وراء الدنيا هذا هو المراد لأننا إذا أردنا أن نعود إلى بقية الأحاديث فإن المضمون الذي يستخلص من كل الأحاديث من أن روح النائم قد تكون في حالة عروج وتواصل مع ما وراء العالم الترابي قطعا كل روح بحسبها وكل شخص بمقداره أمير المؤمنين يقول سألت رسول الله عن الرجل ينام فيرى الرؤية فربما كانت حقا وربما كانت باطلا فقال رسول الله يا علي ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين فما رأى عند رب العالمين فهو حق ثم إذا أمر الله العزيز الجبار أمر الله العزيز الجبار من خلال السنن والقوانين وإلا فما نحن وما قهمتنا حتى نصل إلى ذلك الفناء الذي ما وصل إليه إلا محمد من أنا ومن أنتم وإنما من خلال السنن والقوانين ثم إذا أمر الله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء والأرض فما رأته وهي فيما بين السماء والأرض إنه عالم الدنيا فهو أضغاث أحلام هذه المضامين ترد في روايات أخرى ما تراه الروح في عالم العرش إنها الرؤية الصادقة وما تراه الروح دون ذلك فهي الأضغاث هذه المضامين وردت في الأحاديث ولذا بينت لكم معنى الرواية بشكل إجمالي أنا لست بصدد الحديث عن المنامات وعن الرؤى وعن الأحلام هذا موضوع خارج عن بحثنا هنا لكن ني اضطررت إلى ذكرها لأنها تمثل حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات وقد عبرت الرواية عن هذا الانفصال بأنه عروج والعروج انفصال للروح عن الجسد بمستوى من المستويات إذن النوم حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات ومرت علينا الآيات واضحة الأحلام والمنامات هي الأخرى في نوع من أنواعها قطعا وليس في كل الأحلام في نوع من أنواعها لأن بعض الأحلام حديث نفس لأن بعض الأحلام جولة في طبقة لا شعور فليس هناك من انفصال للروح عن الجسد بسبب الأحلام وإنما الانفصال سيكون بسبب النوم إذا كان الإنسان نائما النوم حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد ومرت الآيات والأحلام كذلك في طبقة من طبقاتها تمثل عروجا وهذا العروج هو نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات المعارج لا حصر لها ولا عدد ومراتب الأرواح مختلفة متباينة فكل روح لها خصائصها ولها منزلتها ولها ولها من شؤونها التي تختلف فيها عن الأرواح الأخرى كذلك المكاشفات المكاشفات هي أحلام اليقظة لا أتحدث عن أحلام اليقظة التي قد تصطلح على تصورات الإنسان في عالم خياله وهو مستيقظ إنما أتحدث عن أحلام اليقظة عن المكاشفات التي يكون الإنسان فيها إما في حالة يقظة وإما في حالة سنة بين اليقظة والمنام ويرى ما يرى بنحو كما يرى النائم في الأحلام أو بنحو أقوى من ذلك تلك هي المكاشفات لا أريد أن أخوض في التفاصيل التي يتحدث عنها الصوفيون والعرفانيون الشيعة الصوفيون هم صوفية المخالفين وعرفاني الشيعة هم صوفية الشيعة فهؤلاء يتحدثون عن مكاشفاته ويقسمون المكاشفات منها ما هو في عالم المنام فعندهم الرؤى الصادقة مكاشفات ضمن مواصفات معينة وهناك أحلام اليقظة ما يراه الرائي وهو في يقظة تام أو ما يراه وهو في حالة سنة ما بين اليقظة والنوم تلك هي المكاشفات والمكاشفات منها محسوسة مرئية مسموعة ومنها إلقاءات في القلوب وقد يقسمون المكاشفات إلى مراتب فهناك المشاهدات وهي على مراتب وهناك المعاينات وهي على مراتب وهناك اللوامع وهناك البوارق اللوامع ما يراه الرائي من ألوان هي ألوان الملائكة والتي قد تكون مرئية ومسموعة في الوقت نفسه يكون اللون مرئيا ومسموعا هذه التفاصيل التي تبحث في مجالاتها عند الصوفيين وعند العرفانيين أكثرها شيطاني القليل منها رحمني أكثرها شيطاني وإن كان الصوفيون يعدون الشيطانية منها رحمني لا شأن لي بهم لكن في أجواء المكاشفة هذه مثل ما يحدث في الأحلام وفي المنامات من عروج للروح في المكاشفات أيضا يحدث ذلك قطعا إذا كان الحديث عن مكاشفات رحمانية وهي قليلة جدا أكثر من 90% من المكاشفات التي يتحدث عنها الصوفيون والعرفانيون هي إما أن تكون مكاشفات شيطانية وإما أن تكون مكاشفات نفسانية من داخل بواطني ما هو مختزن في طبقة اللاشعور يتجلى في مرعاة النفس فالنفس لها مرايا لها مرايا ومرايا وهذه المرايا قد تتجلى منعكسة بمستوى يستطيع الإنسان أن يراها حتى وإن كان ضريرا لا أقول حتى وإن أغمض عيني حتى وإن كان ضريرا ما هي تجارب الاقتراب من الموت التي يتحدثون عنها الآن جرت على مجموعة ممن لا يمتلكون بصرا وممن لا يسمعون الأصوات من الصم ومع ذلك سمعوا الأصوات ورأوا ورأوا ما رأوا في تجارب اقترابهم من الموت تجارب الاقتراب من الموت لم تكن قد جرت على الذين يبصرون ويسمعون فقط فإنها قد جرت على أولئك الذين لا يمتلكون حاسة البصر وقد رأوا ما رأوا وجرت على الذين لا يمتلكون حاسة السمع وقد سمعوا ما سمعوا في تجاربهم تلك الموضوع واسع ومضطرد وتفاصيله كثيرة لكنني سألخص لكم المطالب بقدر ما أستطيع إذن هناك انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات تتمثل في النوم والآيات كانت واضحة في ذلك وهناك درجة انفصال للروح عن الجسد تتمثل في الأحلام وقد قرأت عليكم رواية بهذا الخصوص وهذا المعنى يحتاج إلى تفصيل لكنني في مقام الإيجاز والأمر هو هو في المكاشفات فإننا نستطيع أن نقيس المكاشفات على الأحلام إذ أن هذا الجو جو المكاشفات ليس جوا متاحا للجميع الأحلام متاحة للجميع المنامات متاحة للجميع أما المكاشفات فليست متاحة للجميع بالضبط كتجارب الاقتراب من الموت فإنها ليست متاحة للجميع نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جحفر الثاني إمامنا الجوا صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطما فمكثوا الفداح ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وليشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد إذن عندنا النوم وعندنا الأحلام والمنامات وعندنا المكاشفات وأخواتها أخواتها من المشاهدات المعاينات اللوامع البوارق الخلسات جمع لخلسة هذه مصطلحات يعرفها الصوفيون المتعمقون في هذا المجال حتى أنهم يقولون من أن باب اللوامع له علم خاص يعرف بعلم اللوامع لتمييز الألوان والأصوات إلى غير ذلك بغض النظري أصدق لم يصدق أكثر ذلك شيطاني وكثير منه نفساني من داخل النفس البشرية ينعكس في مرايا النفس ولكن هناك في حالات من المكاشفات انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات هذا لا أستطيع أن أنكره مثلما تحدثت الآيات عن النوم وتحدثت الروايات عن الأحلام والمنامات تحدثت الأدعية أيضا عن المكاشفات وسيأتينا سيأتينا الكلام تباعا يبدو أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى كي أكمل الحديث هذا الموضوع موضوع متسع مثال آخر وهو مهم جدا وأتمنى أن تلتفت إليه لأنه يكاد أن يكون قريبا من تجارب الإقتراب من الموت ما يصطلح عليه عند أصحاب الرياضات الروحانية أصحاب الرياضات الروحانية من مختلف الديانات والاتجاهات وليكن معلوما عندكم من أن دينا تأسس في خمسينات القرن الماضي في خمسينات القرن العشرين إنه الدين الروحاني الجديد دين أسسه مجموعة من علماء هذا الإختصاص هؤلاء يمارسون رياضات روحانية معقدة جدا ويتلمسون النتائج ويتلمسون الآثار بشكل واضح في حياتهم الرياضات الروحانية بالضبط مثل ما هناك رياضات للأجسام هناك رياضات للأرواح لا علاقة لها بالإنسان أن يكون صالحا أو طالحا ولا علاقة لها بالإنسان أن يكون قريبا من الله أو أن يكون بعيدا عن الله مثل ما هناك أناس يمارسون الرياضة البدنية الجسمية ويصلون إلى أعلى الرتب في هذا المجال هناك من يمارس الرياضة الرحانية ويصل إلى أعلى الرتب في هذا المجال وربما هو لا يعتقد بدين من الأديان التي نعرفها قد يعتقد بدين أنشأه لنفسه أو أنه يعتقد بدين غريب نحن لا نعرف تفاصيله لأنه من الديانات السرية التي لم تنشر أسرارها هناك الكثير من الديانات السرية بين الناس التي لا تعرف تفاصيلها لم يكتب عنها وإنما تبقى أسرارها محبوسة بين مجموعة قليلة هم الذين يعتنقون ذلك الدي على أي حال الدنيا مليئة 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 بالعجائب والغرائب أعود إلى مسألة الرياضات الروحانية هناك ما يسمى بالتجرد هي حالة يسعى إليها أصحاب الرياضات الروحانية يمارسها بعض الصوفيين يمارسها بعض العرفانيين ينقل عن صاحب الميزان من أنه كان يمارس تلك الرياضات الروحانية التي توصله إلى حالة التجرد ينقل هذا وينقل عن غيره التجرد حالة يصل إليها المرتاض الذي يمارس الرياضات الروحانية ماذا تعني تعني أنه يتمكن بإرادته أن يخرج روحه من جسده لكن الإخراج هذا بمستوى من المستويات لا يتحقق انفصال كامل الانفصال الكامل يتحقق عند الموت لهذا السبب أنا حدثتكم عن الوفاة وأنواع الوفاة كي يكون هناك تمييز ما بين خروج الروح من الجسد في حالة النوع الأول من الوفاة وبين خروج الروح من الجسد في حالة النوع الثالث من الوفاة وهو الموت التجرد حالة يصل إليها المرتاق بعد سلسلة وبعد إجراءات وبعد تفاصيل من الأعمال والرياضات الروحانية يستطيع في حالة من الصفاء الذهني ومن الصفاء العقلي ومن الصفاء القلب وبعبارة دقيقة من الصفاء الروح أن يخرج روحه من جسده بإرادته لكنه لن يستطيع أن يذهب بها بعيدا عن جسده تبقى مرتفعة فوق جسده ويبقى هناك نوع اتصال فيما بين الروح والجسد مثلما في حالة النائم فإن النائم تغادر روحه جسده بدرجة من الدرجات لكن الجسد يبقى حيا تبقى الحياة فيه بسبب اتصال الروح لو أن الروح تنفصل انفصالا كاملا عن الجسد فإن الجسد لن يكون فيه نفس وإن الجسد لن تكون فيه حرارة سيكون باردا حينئذ إنها برودة الموت الموت بارد والحياة حارة فحينما يكون الجسد حارا هذا يعني أن الحياة موجودة فيه وحينما يكون النفس موجودا هذا يعني أن الحياة موجودة فيه وحينما تقوم الأعضاء الداخلية بوظائفها فالجهاز الهضمي يقوم بوظيفته وجهاز الدم يقوم بوظيفته وسائر الأجهزة الأخرى كالجهاز البولي إنها فسلجة الأعضاء الأعضاء تقوم بوظائفها هذا يجري في النوم في حالة التجرد هذا الأمر يجري ولكن بدرجة أضعف من حالة النوم سيكون النفس أضعف وتكون الحرارة أقل وتقوم الأعضاء بوظائفها بنحو أقل لأن المرتاض أساسا قد ارتاض على الجوع وقد ارتاض على السهر على قلة النوم وربما لا ينام لفترات معينة لا ينام بشكل كامل فتكاد أن تكون أعضاء الطعام وأعضاء الفضلات في إجازته لذا سيكون نشاطها ضعيفا لماذا يفعلون هذا يفعلون هذا لأجل أن يكون تفكيرهم مركزا في حالة عودة الروح إلى الجسد وهم يحتاجون إلى تركيز التفكير لرياضة التأمل فرياضة التأمل بالنسبة للمرتاضين الروحانيين أساسية جدا عملية التجرد تساعدهم في رياضة التأمل أتحدث عن رياضة التأمل العميقة وليست هذه التي يمارسونها في أندية اليوغا الآن يمارسها نجوم السينما ونجوم الرياضة وصارت رياضة منتشرة في أوساط الناس لا أتحدث عن هذا التأمل أنني أتحدث عن تأمل عميق وعميق جدا هذا هو تأمل المرتاضين الروحانيين الذين يكون التجرد عندهم متوفرا بالنسبة لهم كي يستعين بآثار التجرد هذا على رياضة تأملهم العميقة أنا لا أحدثكم عن خيالات هذه حقائق الرياضات الروحانية تؤدي إلى هذه الحالة تؤدي إلى حالة التجرد فيكون المرتاض الروحاني قادرا على إخراج روحه من جسده وتبقى خارج جسده ويستطيع أن يحركها إلى مسافة معينة من جسده هو النوع الثالث من الوفاة وإنما أتحدث عن إصابات شديدة ستصيب الأعضاء الداخلية والخارجية ومن هنا فإن الجسد يكون بحاجة إلى عودة الروح فتعود الروح إلي هذا العالم عالم الرياضة الروحانية عالم يعرفه المختصون فيه إنما جئت به مثالا لأنني أحدثكم عن النوع الأول من أنواع الوفاة من أن الروح تنفصل عن الجسد بدرجة من الدرجات فهذا التجرد هو انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات هناك حالة أخرى حينما يتعرض الإنسان إلى صدمة إلى صدمة نفسية إلى صدمة مرضية أن يواجه الإنسان حالة من الحزن العميق أن يواجه الإنسان حالة من الخسارة الكبيرة بالنسبة له أكانت خسارة مادية أكانت خسارة معنوية بسبب ذلك يغمى عليه يقع في غيبوبة الغيبوبة هي حالة انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات فحينما يصدم الإنسان نفسيا بسبب حدث مادي بسبب حدث معنوي يصدم نفسيا الصدمة النفسية تؤدي إلى الغيبوبة الغيبوبة هي حالة انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات الغيبوبة أقوى من النوم الغيبوبة أقوى من الأحلام الغيبوبة أقوى من المكاشفات وقد تكون الصدمة مرضية السكتة القلبية صدمة مرضية عالية جدا يدخل الإنسان في غيبوبة وغيبوبة عميقة وهذه الغيبوبة هي عملية انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات بمستوى من المستويات وقد تكون الصدمة بسبب آثار مرض من الأمراض بسبب الآلام الشديدة فإن الآلام الشديدة إذا تجاوزت حدها تؤدي بالإنسان إلى الإغماء الشديد وإلى الإغماء العميق وإلى الإغماء الطويل إلى الغيبوبة وقد تكون الصدمة بسبب حادث كحادث استدام السيارات كحادث استدام يكون للشخص بسبب انفجار قريب منه انفجار قنبلة انفجار كبسولة غاز مثلا أو غير ذلك هناك حوادث ووقائع بسبب صاعقة نزلت من السماء بسبب زلزال في الأرض أدى إلى تساقط البنايات الأسباب الكثيرة الصدمة التي تواجه الإنسان تؤدي به إلى انفصال روحه عن جسده بدرجة من الدرجات تجارب الاقتراب من الموت بحسب ما قرأنا وما شاهدنا وما سمعنا فإنها لن تبتعد عن الصدمة إنها نتيجة صدمة إما لصدمة نفسية وإما لصدمة بسبب مرض ثقيل كالسكتة القلبية أو بسبب الآلام الشديدة الناتجة عن مرض من الأمراض أو بسبب حادث من الأحداث المهولة المريعة الصدمة لها أسباب كثيرة صدمة الإنسان بسبب الغرق الصدمة القوية التي يتعرض لها الإنسان تؤدي إلى حالة انفصال الروح عن الجسد بمستوى من المستويات وصلنا إلى جهة قريبة من المضمون النهائي قلت لكم لا بد من وضع النقاط على الحروف ولا بد من تشخيص العديد من المطالب كي أستطيع أن أضع يدي على النتيجة وعلى المضمون في آخر المطاف لكن يبدو لي من أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى يعني أن الحديث سأكمله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني سأستمر معكم لأجل بيان مطلب آخر كي تستمع مجموعة المطالب في هذه الحلقة لتشكل مقدمة واضحة لما يأتي من بيان في حلقة يوم غد حدثتكم أولا عن الوفاة وأنواعها وفصلت لكم المطلب ثم بعد ذلك حدثتكم عن الموت وسياقاته مثل ما تحدثت الآيات الكريمة وانتقلت بعد ذلك بكم لبيان الحالات التي يحدث فيها انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات النوم الأحلام والمنامات المكاشفات التجرد الروحي الذي ينتج عن رياضات روحية معقدة يمارسها المرتاضون الروحانيون إلى أن وصلت معكم إلى الصدمة وحددتكم أيضا عن المكاشفات وأنواعها وتفاصيلها إلى أن وصلت بكم إلى الصدمة الصدمة وأسبابها أتصور أن الفكرة باتت واضحة من أن تجارب الاقتراب من الموت هي من النوع الأول من أنواع الوفاة انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات وهي بسبب الصدمة التي يتعرض لها الإنسان وهذه الصدمة لها أسباب كثيرة لها أسباب عديدة لا أستطيع أن أجعل أسبابها محصورة مثلما لا أستطيع أن أجعل حالات انفصال الروح عن الجسد في هذه العناوين العناوين التي ذكرتها لكم هي أمثلة أمثلة من واقع الحياة نذهب إلى فاصل عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج ثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحد في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأحد من راية اليماني يهدي إلى الحق عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقة صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف هناك أمر لا بد أن نلتفت إليه الغفلة الغفلة هي مشكلتنا مشكلة الإنسان الغفلة لها مراتب بعض المطالب التي شرحتها ووضحتها أتحدث عن المطالب الحقيقية لأنني لأنني تحدثت كثيرا في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة عن بعض المطالب التي لا حقيقة لها وإنما يقول من يقول بها لكنني أقصد هنا في مقال ما تحدثت عنه من المطالب الحقيقية أعتقد أن كثيرين قد لا يصدقونها لماذا لأنهم في غفلة عنها مشكلة الإنسان هي هذه في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لماذا لهم قلوب لا يفقهون بها تهيمن عليهم الغفلة وكلما تعمقت الغفلة في الإنسان كلما فقد الإنسان قيمته كل الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت لو استمعتم إليهم أو شاهدتم برامجهم وأحاديثهم أو قرأتم ما كتبوا أو ما نقل عنهم كلهم يقولون من أننا تغيرنا بعد الذي مر بنا تغيرنا وكلهم يقولون من أنهم تغيروا نحو الأحسن قطعاً كل شخص بحسبه الشيء الذي يتفقون عليه جميعاً من أنهم صدموا صدموا ما شاهدوه وما سمعوه لم يكن يخطر في بالهم لماذا؟ إنها الغفلة إنها الغفلة غفلة الإنسان أنا لا أتحدث هنا عن موعظة إنما أريد أن أبين لكم حقيقة علمية أتحدث عن علم الدين لا شأن لي بالعلم المختبر نحن هنا نتحدث في شأن ديني الحديث وفقاً لعلم ديني والعلم الذي تعلمته وأعلمه وأعتقد بصحته قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره وحديثهم المفهم بتفهيمه ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ما هي مشكلتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الوسائل متوفرة عندهم لماذا؟ لأنهم يعيشون في غفلة البرنامج ليس برنامجاً أخلاقياً للحديث عن الغفلة وأسبابها وما هو ببرنامج وعضي إنني أتحدث عن حقيقة علمية دينية ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون أتمنى عليكم أن تقرأوا الآية بعد الحلقة وأن تتدبروا فيها ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لماذا؟ لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون من هنا الذين مرت بهم تجارب الاقتراب من الموت يقولون حينما رجعت أرواحنا إلى أجسادنا عرفنا قيمة الحياة وعرفنا قيمة أننا مخلوقون ولنا خالق علينا أن نرتبط به أنا لا أقول من أن الغفلة قد زالت عنهم هؤلاء ربما زال من غفلتهم ما هو أقل من الواحد بالمئة لازال غافلين نحن غافلون هذه مشكلتنا مشكلتنا لن نستطيع أن نتخلص منها إلا أن نرتبط ارتباطا صحيحا بإمام زماننا فقط وفقط ولا يوجد أي طريق آخر لا يوجد أي طريق آخر لا يضحك عليكم المرتاضون الروحانيون هؤلاء أيضا يعيشون في غفلة ولا يضحك عليكم العرفانيون والصوفيون هؤلاء يعيشون في غفلة مضاعفة لأنهم يسيرون في منهج لا علاقة لإمام زماننا به هذا الطريق مظلم يحتاج إلى مصباح وإلى وسيلة انتقال حسين 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 مصباح هدى وسفينة نجات وهذا المضمون ينطبق تمام الانطباق على الحجة بن الحسن بقية الله مصباح هدى وسفينة نجات نحن هكذا نسلم عليه في زياراته من أنه عين الحياة ومن أنه سفينة النجات هكذا نسلم عليه من أنه عين الحياة ومن أنه سفينة النجات وعين الحياة هذا التعبير أقوى بكثير من التعبير من أنه مصباح هدى إنه عين الحياة ولا يقال للحياة حياة ما لم يشرق فيها مصباح الهداية وهذا عينها أتحدث عن إمام زماننا إنه عين الحياة العين التي تنبع منها الحياة ولن تكون الحياة حياة من دون أن يشرق فيها مصباح الهدى نذهب إلى سورة الروم الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها أعيرون انتباهكم أعيرون انتباهكم وعد الله الآية مرتبطة بما قبلها وعد الله لا يخلف الله وعده الله لا يخلف وعده محمد وآل محمد لا يخلفون وعدهم هم وجه الله أخلاقهم أخلاق الله ولذا أمرون تخلقوا بأخلاق الله محمد وآل محمد هم أعطونا وعدا من لزمنا لزمنا هذا وعد من إمامنا أنيس النفوس من إمامنا الرضا صلوات الله عليه من لزمنا لزمنا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون عدم علمهم من أين جاء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم أهذان ولهم كل شيء لكنهم لا ينتفعون من كل ذلك لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ثيابه طعامه مساكنهم وسائلهم النقلية حساباتهم البنكية ماذا يجري في جيوبهم علاقاتهم الجنسية هذا يعلمونه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الآخرة في الدنيا عن آخرة الدنيا عن الوجه الباطن في الدنيا حينما نخاطب أئمتنا في زياراتهم الشريفة من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم ظاهرهم يتواصل معه ظاهر الدنيا وباطنهم يتواصل معه باطن الدنيا الذين مرت عليهم تجارب الاقتراب من الموت لقد اطلعوا على باطن الدنيا لا كما يقولون من أنهم ذهبوا إلى الجنة أي هتو جنة هذه التي ذهبوا إليها هم لا يستطيعون أن يصلوا إلى جنان البرزخ فكيف يصلون إلى جنان الآخرة إلى جنة البرزخ لا يستطيعون أن يصلوا إليها لقد اطلعوا على باطن الدنيا على هذا الباطن الذي يحيط بنا ونحن في غفلة عنه سيأتينا الحديث تباع بالتدريج ولكن أكثر الناس لا يعلمون هؤلاء لا يعلمون وأنا كذلك وأنتم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذه الآخرة هي التي اطلعوا على جزء يسير من واحد بالتريليون هذه آخرة الدنيا هذه المادة الأولية لصناعة مرحلة الرجعة هذه المادة الأولية لصناعة الدولة المحمدية العظمى هذه المادة الأولية عرفتم الآن جهلنا بنبوة نبينا وبعثته عرفتم الآن جهلنا بمحمد وآل محمد الحكاية الحكاية عميقة هذا الذي شاهدوه شاهدوا المادة الأولية لصناعة عصر الرجعة ستأتينا التفاصيل تأتينا التفاصيل أتمنى أن أكمل الحديث في الحلقة القادمة أنا أحاول أن ألملم أطراف الحديث وقد طويت كشحا عن كثير من المطالب هذه معارف القرآن ومعارف محمد وآل محمد فأين أنتم عنها يهمت تقولون نحن شيعتهم ما أنتم من شيعتهم أنتم شيعة مراجع النجف وكربلاء الذين لا يفقهون شيئا وأنتم لا تفقهون شيئا لأنكم على دينهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هؤلاء اطلعوا على يسير 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 على يسير مما هو في باطن الدنيا هؤلاء لم يذهب إلى عالم البرزخ باطن الدنيا يتصل بعالم البرزخ لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه ذلك عالم واسع جدا وعالم له خصائصه تكوينيا لا تستطيع أرواحهم أن ترد إلى عالم البرزخ لأن الأرواح التي ترد إلى عالم البرزخ لا بد أن تكون قد مرت في سياق الموت ولا بد أن تعاد برمجتها هذه عملية الضغطة في القبر عملية إعادة برمجة للأرواح هذا الموضوع يمكنكم أن تعود إليه وأن تطلع على تفاصيله في برنامج دليل المسافر مثل ما قلت لكم ذلك البرنامج موسوعة علمية عقائدية ضرورية للشيعي أن يطلع عليها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هناك من الناس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتمكنون أن يردوا إلى باطن الحياة الدنيا كهؤلاء أما غيرهم فلن يستطيعوا أن يردوا إلى ذلك المورد من دون الصدمة وأسبابها إلا بإذن خاص من الحجة ابن الحسن ومراد من الإذن الخاص أن يكون الارتباط ارتباطا عقائديا وثيقا ببرنامج الحجة ابن الحسن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أكثر الناس سيموتون سيموتون على غفلتهم وفي غفلتهم ولذا في سورة قاف في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة لقد كنت في غفلة من هذا متى بعد موته وجاءت 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 سكرة الموت بالحق الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة قاف وجاءت 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 سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا إنها الغفلة 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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ما شاهده هؤلاء لا يمثل شيئا لا يمثل شيئا حينما أقول لكم واحد أقل من واحد بالتريليون هذا كثير جدا لكن الأرقام محدودة وتعابير ضيقة وأنا أتحدث في دائرة قصوري وتقصيري وقلة معلوماتي وعدم إحاطتي بالموضوع بس مثل ما يقولون في ثقافتنا الشعبية العراقية الجود من الماجود فهذا هو الذي أقدمه بين أيديكم الجود من الماجود نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي معكم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر